السلام عليكم ورحمة الله الأخوات كديرين بس عليكم انتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا كاملين بخير وعلى خير مرحبا بكم فيديو جديد في القناة اللي غادي نشارك معكم فيه الكوب كيك بالشوكولات واللي بنفس المقادير تقدروا تصنعوا كيك دائري او لا مربع او لا مستطيل حسب الرغبة وحسب المول اللي عندكم ناجح مئة بالمئة سريع الطهي مقادير مضبوطة والأهم من هذا شي انه بدون دقيق يعني بدون فرص المبتدئات اللي اول مرة غيدروا الكيك غيطلع ناجح معهم مئة بالمئة ان شاء الله والأخوات اللي مكيستقش معهم الكيك ديال الشوكولات هدا هو الكيك اللي غيروا اللي معتمد عندك فكنتمنى الفيديو يكون مفيد يعني تجربوا هاد الكيك ويطلع معكم ناجح وأنا متأكدة بإذن الله كيف مجربوا الصديقات اللي في المحيط ديالي اللي شاركت معهم المقادير فكنتمنى ليكون فرجة ممتعة واستفادة ايضا نبدأ وعلى بركة الله نعطيكم المقادير كيك عائلي كبير هكذا في حجم كبير دائري او لمربح نفس المكونات نفس المقادير لا يحتاج اختلاف والتفاصيل سوف نشاركها معكم دابا المكونات الرئيسي الذي يميز هذا الكيك هو سابلي هينوريس سوف نحتاجه منه جوج الحجم الكبير الوزن كل واحد 85 جرام بالنسبة للناس الملح ملح 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 البحر يوم ملح 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 زيت المائدة حليب كاكا والمر ثلاثة بيضات في حرارة المطبخ سوف تخرج من تلاجة أو جداد كم الحانوت بالنسبة للتزيين سوف نحتاج الشوكولات هنا ثلاثة الأنواع لا تستخدموا الشوكولات الشوكولات هذا الشوكولات سوف نضيف شوكولات العادة من 4 ريال أو تستخدموا شوكولات التهن حتى يكون رائع نضيف طريقة التحضير نحن نقوم بها خلاط كهربائي وضع فيها ثلاثة ديال البيضات كاس ديال ساندة ناقص معلقة كبيرة كاس ديال سكر الفانيلا ملعقة صغيرة مملوقة من الخل الأبيض أو أي خل متواجد عندكم نخلط العناصر مزيان حتى يتغير اللون ديال البيض كاس ديال زيت المائدة كاس ديال الحليب ملعقتين كبيرتين من الكاكا والمر وكنتحن المكونات مرة ثانية مزيان من بعد ناخد البكية اللولة ديال هينريس ما كان نطحنهم مش دقة واحدة كان نهرمش اللولة كان وضعها مع السوائل وكان نهرمشها وكان طحنها مزيان في الخلاط حتى كانت نسجم مزيان مع السائل من بعد كان نضيف هينريس ثانية كان هرمشها غيبش تسهل عليها تطحن لي بسهولة وكان نضيف عليها مباشرة جوج أكياس من خميرات الحلويات اللي كان غرب لهم بطبيعة الحال ضروري تغرب له كان نطحن المكونات مزيان حتى كانت نسجم لي مع بعضها وكان نحبس اشتريك خلط خلط شفت السفل اختيار أخذت خلط تحمر الفران معه تحمر الفران معه انا عمرتهم بالشوكولات تهن او حبيبت فهذا الاثناء الفران سيصخن ومن المدخل نقص العافية تحمر الفران معه تحمر الفران معه تحمر الفران معه ونقص عمارتهم سوف ندخلهم ونراجع لكم كيف يأتي ونقص هذا هو الشكل النهائي كبكيك يأتي خفاف وقطني ويأتي بلداد ويجربوا نقص عمارة لن تحمر وخصص عمارة ونقص عمارة ونقص عمارة ونقص عمارة وأنه من أجل يجب أن نقص عمارة ويجب أن تحضير كنت تمنى تجربوهما البنات سوف يعجبوكم بالنسبة الكيك هكا يكون كبير دائري هذا ديجا جربت نفس المقادير مغيرت فيه هتشي حاجة كي يجي هائل كيف ما كتشوفوا معي أنا ديجا أنا بارتاجت معاكم لقطات من الفيديو اللي كنت حطيت من قبل في القناة فالنفس الخليط هو اللي درت في الكيك هكا دائري ونفس المراحل باش ما يجيكمش الكيك زفر على البنات لانا كين البعض البنات كي يجيهم الكيك زفر حاولوا التشي حاجة من الادوات اللي كتخدمو بها ما تكونش فيها الماء يعني يكونو ناشفين مزيان وحتى البيض غسلوه بكري وخليوهين نشوف عاد تتخدمو الكيك ديالكم كيف ما بغيكون نوع ديال الكيك باش هكا ما كي يجيكمش زفر ودائما راحنا نقلبو الكيك بهذا الشكل هذا الى خرج لنا ناشف راح طايب الكيك كتزينو بالطريقة اللي بغيتو تسقيوها باش ما بغيتو بالحليب والشوكولات بالليمون باش ما بغيتو اه مهم دوي الشكل ديال الكيك الدائري حتى هو كي يجي رائع وكي يجي ناجح 100% فوصلنا نهاية الفيديو وكنتمنى الفيديو ديالي وما يعجبكم وكنتمنى تجربو الوصفة وتنجح معاكم ان شاء الله باذن الله وخليولي الاراء ديالكم في التعليقات واللي اول مرة كيزوا القناة ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس ولايك للفيديو والى اللقاء ما تنساش الاشتراك